اكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على أهمية استغلال الرياضة من أجل المحافظة على البيئة والسعي الجاد لتهيئة المنشآت الرياضية لتشكل بيئة مثالية لممارسة الرياضة وتشكل واجهة مشرفة لمملكة البحرين جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة تشجير المنشآت الرياضية والتي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة والتي تم من خلالها غرس أول شجرة في مدينة عيسى الرياضية بحضور سعادة المهندس وألب الناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن مبادرة تشجير المنشآت الرياضية تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة إلى توفير بيئة مثالية وداعمة للرياضيين من أجل ممارسة الأنشطة البدنية والعمل على تحسين وتطوير المنشآت الرياضية مشيرا سموها أن حماية البيئة والحفاظ عليها مسؤولية وطنية وينبقي على جميع من يمارسون الرياضة أن يساهم في ذلك لتحقيق الاستدامة البيئية وأضاف السموها أن مبادرة تشجير المنشآت الرياضية والتي تقام بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة تعد تجسيدا لأهداف الهيئة العامة للرياضة في المحافظة على البيئة لما لذلك من أبعاد صحية إيجابية لممارس النشاط الرياضي على وتن على ما توفره من مناظر جذاب خضراء من خلال تأهيل المرافق والساحات والمنشآت وزراعتها وتشجيرها بالصورة المناسبة مؤكدا سموها على ضرورة تشجير كافة المنشآت الرياضية لما لتلك المبادرة من أهداف صحية وبيئية وجمالية إيجابية على الوطن والمواطن بشكل عام وعلى الرياضيين بشكل خاص